أهلا بحضراتكم من جديد وفقر تريند التريند طبعا تريند التريند النهاردة أبرز حدث هي مباراة الأهل والإسماعيلي في الدوري لكن دايما برضو في أحداث لسه الناس بتتكلم فيها وفي أخبار مهمة يمكن أو أعلنت خلال الساعات الأخيرة في أمورنا إشناها مبارح وفي أمور النهاردة بعضها نحاول نوضعها ونشرحها لكل السادة المشاهدين بالأمس عقب ختام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك خلاص تحدد بشكل رسمي الترتيب الأربعة من أندية الدوري أو من الدوري المصري الأندية اللي هتشارك فيه دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية اتحاد القرى مبارح أعلن على موقعه الرسمي أنه أرسل قائمة الأندية المصري اللي هتشارك في المسابقات الإفريقية الموسم القادم بالنسبة للأربعة الأوائل في الدوري المصري قال القايمة شملت الأهل والزمالك كدوري أبطال إفريقيا والمصري وبراميز فيه كأس الكونفيدرالية الأهل جماعة بيشارك مش بصفته متصدر الدوري ولا بطل الدوري الأهل كمان بيشارك بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا فكرة بقص للأهل قبل الزمالك الزمالك قبل الآلي سيبكم من بعض المواقع اللي بتكتب الترتيب غلط هي الفكرة لما بتروح للاتحاد الإفريقي من حامل اللقب النادي الآلي رقم واحد من معفى من الدور التمهيدي أو مش يلعب الدور التمهيدي النادي الآلي أعلى تصنيف نادي القرن أعلى أرقام قياسية حامل اللقب آخر سنتين فالأهل معفى من الأدوار التمهيدية وترتيبه ضمن الأندية هو رقم واحد يليه الزمالك الوصيف ثم المصري كثالث الدوري وبرامجز رابع الدوري والمعايير شرحناها مبارح وقلنا للناس كل اللي حصل وبالطبع الحمد لله دائما بنقول لكم الواقع والحقيقة والأوراق والمستندات وبالفعل الأربعة الأوائل في الدوري المصري هم اللي عايشاركوا وكل الكلام على فكرة الوصيف كان كل الكلام ده مخالف للمعايير وغير صحيح تماما وبالفعل خلاص آخر المعاد كان مبارح وتم إرسال الأسماء الأندية طيب قرعة دوري أبطال إفريقيا وكاسي كونفدرالي والأدوار التمهيدية امتى؟ المعاد الأصلي كان يوم 15.08 الاتحاد الإفريقي خد قرار بتبكير موعد القرعة 48 ساعة ليه؟ لأن كل أعضاء لجنة المسابقات والمسؤولين عن الماركتينج وأعضاء المكتب التنفيذ كلهم مسافرين قرعة كاسي الأوم الإفريقية يوم الثلاثة الجاية لا يوافي 17.08 فبالتالي قدموا معاد قرعة الأدوار التمهيدية وكاسي الكنفدرالي لدوري الأبطال كمان يوم 13 أغسطس وكده كده القرعة الأدوار التمهيدية بتتم بدون حضور إعلام وبدون حضور أندية فتم تحديد المعاد يوم 13 اللي هو بالزبط يوم الجمعة القادم بعد غد إن شاء الله الناس تقول لي طب من اللي ممكن يكون معفي من الأدوار التمهيدية طيب الجزئية دي عشان تتشرح محتاجة وقت كبير جدا ولازم نعرض كل أسماء الأندية اللي هتشارك في البطولة حسب المعلومات اللي وصلتني لغاية اللحظة دي احنا بنتكلم ما يقرب من حوالي 54 نادي هيشاركوا في دوري أبطال إفريقيا طيب عارض الأندية المعفاة هتتروح العدد من 3 إلى 5 أندية هم اللي هيتم إعفاقهم من الأدوار التمهيدية بنتكلم في الصدارة النادي الأهلي معه في بنسبة 100% الترجي بنسبة كبيرة كمان الوداد هنا بقى لو نزلت في الترتيب لتحت شوية ممكن تلاقي مازنبي معفي ممكن تلاقي سانداونز معفي ممكن تلاقي الزمالك ممكن يعفى من الدوري التمهيدي وممكن يلعب دوري التمهيدي كل معارض الأندية قال كل معارض الأندية اللي هتعفى من الدوري التمهيدي هيكون أكتر فبالتالي ده يتحدد الساعات اللي جاية لكن بنسبة 100% الأهلي الوداد الترجي الثلاثة أندية دول معفيين من الدوري التمهيدي ممكن بقى الزمالك يشارك ما يشاركش ممكن مازينبي ممكن سانداونز ده الأمر هنا متعلق بعرض الاندية اللي هيشارك 54 نادي بعرض الاندية المعفاة بتتروح من 3 إلى 5 لو العدد زاد ممكن العرض الاندية المعفاة يكون أخطر لو العدد أقل من 54 الزمالك ومازينبي وسانداونز بنسبة كبيرة هيشاركوا في الأدوار التمديدية هي حزبة عشان في الآخر يصعد 29 نادي مع الثلاثة الاندية المعفاة يبدأوا مرحلة دور الـ 32 هتنطلق إن شاء الله في منتصف أكتوبر ونفس الأمر هيكون على كأس الكونفدرالي